كلام مهم جداً وشوفنا بالأمس بيتسو مسماني موجود في المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب رغم أن الصبح كان بيحزم حقائبه وخلاص صراع على المطار عايز لكم الكلام ده زعى المدير الفني للنادي الآله بشكل كبير جداً وعمل رد فعل سلبي في الصحف وسائل إعلام في جنوب إفريقيا والزعى للأكبر لما ييجي من خلال بيتج رسمي لأحد نجوم القرى المصرية في السابق هل تتخيل ممكن تلاقي مثلاً سامو القطو بيكتب تويتا أو بيكتب معلومة غلط؟ أو دي دي دروك ما بيكتب معلومة غلط؟ النجم لما يكون عنده بيتج أو عنده صفحة رسمية طالما دخل في مسألة أن يقول معلومة أو صفحة صحفي يعني يتأكد وينشر خبر صح يا ما ينشرش لأن مبارح المنظر يعني ما كانش كويس وردود الأفعال ما كانش كويسة وبالأمس بالليل شفنا بيتسو مسماني موجود في المؤتمر الصحفي والكابتن محمود الخطيب بيشيد بيه وبيقول ضمن أفضل خمسين مدرب على مستوى العالم إن شاء الله اللي جاية هيكون أحسن ومهم جداً انطلاقة الدور في الفترة اللي جاية لكن بيتسو مسماني عارف جمهور الأهل هيلاقي كورة كويسة وعيلاقي مستوى حل مع تحيي بطولات الجمهور هيفارك وقبعه ويوفي ظهرك ودعم ليك على طول لكن لما الجمهور بيحس أنه فيه مستوى مش مزبوط بيبقى زعلان وده بيوصل بسرعة للجهاز الفني واللعب نتمنى الفترة الجاية يكون فيه أداء قبل النتيجة أداء يرضي الجمهور وبإذن الله إن شاء الله تكون النتيجة من صلحك بإذن الله وهتكون بإذن الله إن شاء الله كمان تبقى حاجة كويسة تحيي بطولات مع الأداء وده بيبقى شيء طيب جداً بيبقى